استمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية على مدار يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من مارس الجاري في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغدائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة شمال قطاع غزة كما شاركت تائرات النقل المصرية نظيرتها في الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي بمملكة الأردنية الهاشمية شاركتها أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على القطاع وذلك في ظل الظروف الحريجة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الحرب المتواصلة على القطاع للشهر السادس على التوالي